السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين مرحبا بحضراتكم النهاردة بقدم لكم الكابسة الأصلية على أصلها إن شاء الله أحلى وأجمل من المطاعم بإذن الله هتنول إعجابكم تابعوا معنا الخطوات بإذن الله وطبعا ما تنسناش في اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا كل جديد بإذن الله تبارك وتعالى وإن شاء الله هبدأ معكم دلوقتي المأدير تابعوا معنا أهلا هستخدم هنا ثلاث حبات من الطماطم مقطعهم زي ما أنتوا شايفين طبعا وغسلاهم بحطهم في الكبة تمام كل مؤاديري هحطها في الكبة وهبدأ معكم إيه الخطوات كده هستخدم ثلاثة فصوص فقط من الثوم وحبة بصل فقط مقطعها وإشرة لمونة كاملة طبعا ما أشار اللمونة واخدى الإشرة بتاعتها زي ما أنتوا شايفين وهحط كل المكونات بتاعتي في الكبة زي ما حضراتكم شايفين كده معي طبعا أنا حاب لنا أعملها هريسة كلها في الكبة كده تمام وهستخدم عليها معلقة صغيرة من الخل تمام بسم الله وطبعا هستخدم كمان يا جماعة معلقة كبيرة من البابريكة زي ما حضراتكم شايفين بتاعطلون جميل جدا في الكبسة عندي وهستخدم معلقة كبيرة كمان من الكمون ومعلقة كبيرة من الكسبرة النشفة بتديناك هروعة روعة بسم الله ما شاء الله هستخدم مكونات كده ومعلقة صغيرة بقى من الفلفل الأسود تمام كده وهستخدم أيضا نص معلقة صغيرة من الشطة وقللت كمان صراحة شوية منها علشان خطر الأولاد وهستخدم طبعا البطل بتاعنا والصحي الكركم معلقة صغيرة من الكركم ما بزودش أكتر من معلقة صغيرة وهستخدم كمان معهم اتنين معجون من الطماطم تمام حابين تستبدلوا معجون الطماطم والزواد والطماطم الفرش براحتكم بس انا صراحة حبيت اللي انا ايه استخدم بالطريقة بتاعت دي وطلعت في منتهى الجمال بقى اعمل كل المكونات بقى بتاعت كلها في الخلاص زي ما انتوا شايفين كده في الكبة واللي حد ما تعطينا الشكل الرائع اللي امامكو ده هريسة جميلة جدا لمعجون الطماطم مع التوابل اللي انا حطته كله ده روعة بحط كمية زيت مناسبة تمام يمكن حوالي يعادل 10 معارقة 15 معارقة كبيرة من الزيت لاني الزيت اللي انا هحطه ده يا جماعة تمام هيبقى كمان هستخدمه للرز تمام فانا حطت كده وكمان اللحمة بتاعت مش فيها نسبة دهون عالية فطبعا على عايزة الرز يبقى نفلفل ويبقى حلو فانا حطت الايه الكمية اللي زي ما انا قلت لكم كده في الحل لانتي تمام ببدأ احط اللحمة زي ما انتوا شايفين وهعطيها صدمة او هشوحها زي ما احنا بنقول بشوح اللحمة كويس تديها ايه جمال كده وببدأ اقلبها زي ما انتم شايفين كده لما تاخد تشوحها من فوق وتحت وهبدأ بقى بعد كده هحط الهريسة بتاعتي اللي انا جهزتها في الكبه الله الله على الجمال بجد والله الريحة كانت خطيرة بسم الله ما شاء الله ولا قوة اللي بلا لاحظوا معاي لانا محطتش ملح في الهريسة وانا بعملها لاني انا لا هحط الهريسة دلوقتي على اللحمة وهي بتستوي لسه اللحمة فانا مش هحط الملح دلوقتي خالص تمام ولكن انا حطها الخل طبعا الخل طبعا هيفتت لي انسجة اللحمة وطبعا انا مش مكترة من الخل كمان انا حطها معلقة صغيرة بتعطي نجحة جميلة ويعني جمال في الاكل بجد والله يعني جربوا نفس الوصفة اللي انا بعملها كده دلوقتي انا بسبك اللحمة مع الصلصة او الهريسة اللي انا حطتها شايفين الجمال بسم الله ما شاء الله ولقوة الا بالله كده يعني تمام ببدأ احط المية بتاعتي على الخلطة بتاعتي على اللحمة كده وبسبها كمان يعني بزود نسبة المية انا عايز اللحمة تبقى 3 ربع سوى يا جماعة يعني لاني لسه احط الرز شايفين كده بدأت اللحمة تستوي معايا وتغلي هبدأ احط معلقة صغيرة من السكر ومعلقة كبيرة من الملح دلوقتي دور الملح جيها اهو تمام يبقى انا هشوفوا ايه الخطوات بالتدريج زي ما انا عملت كده وببدأ اغطي الحل عليها شوية واسبها تستوي مع نفسها واجهز بقى الصلصة القمة الروعة اللي بنصحكم تستخدموها فصين من الثوم وبصلة مقطعها وكمان هستخدم عليهم نصف لمونة بقشرها كده مقطعها وحطها في الكبة تمام وكمان هستخدم مش بس كده هستخدم اربع حبات من الطماطم مقطعاهم على الخلطة بتاعتي وكمان هجيب كمان لسه كمان ده فيه بطل كمان هحط بس واحد فقط يعني واحد من الشطة معذرة طبعا عايزين تكون نصبيس اكتر حطه اكتر ولكن انا عند اطفال فانا بستخدم كده وكمان ارنفلفل فقط واحد فلفلاية فقط مقطعها وغسلها طبعا وكان عندي شوية عروق كده من الايه عروق البصل الاخضر اطعت ايه اطعتهم كده وشوية كسبرة خضرة يعني حوالي كده يعني ربع ايه حزمة الكسبرة ماشي ربطة الكسبرة اطعتها كده عليها وجبت فنجال من زيت الزيتون الرائع واحنا عارفين كلنا فويده وحطيته عليها واستخدمت نص معلقة ايه من الفلفل الاسود ومعلقة صغيرة كل بقى دي صغير ومعلقة صغيرة من الكمون معلقة صغيرة من الايه الكسبرة الناشفة التول بتاعتك بقى ومعلقة صغيرة جدا زي ما انتم شايفين من البابريكاب تديها لون كمان جميل ونص معلقة صغيرة من الشطة وممكن تقلل ايه الكمية ومعلقة صغيرة من الملح انا استكفت بمعلقة صغيرة من الملح وكانت مزبوطة وهحط زي ما انتم شايفين كوباية زي بمعيار كوباية الشاي كده مية ويعني حوالي كان 80 مثلا ميلي من المية اللي بيسأل على الايه الكمية بالايه بالميلي والكلام ده بالنسبة للسوية ببدأ احط زي ما انتم شايفين وبخفق كل مكوناتي بسم الله ما شاء الله وازبطها انا شايفاها محتاجة كمان هارسة هم الاولاد يحبوها مهروسة شوية هارسة كمان دورك زي ما انتم شايفين كده الله الله على الجمال بجد والله يعني جربوها روعة 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 كلمة روعة ده بصراحة شوية دي هارسة بتتحطي كده جنب الرز بسم الله ما شاء الله عبد ما جهستها كانت اللحمة بتاعتي الله 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 عليه هستوت الحمد لله رب العالمين جميلة 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 ما شاء الله ولا قوة الا بالله جهزة لحمتي هبدأ بقى ايه اكمل مية عليها كمان ازود المية لاني طبعا انا في الوقت ده بعد ما خلصت الهارسة بتاعتي تمام واللي هي الصلصل انا احطها جنب الرز واللحمة استوت كنت بدأت اغسل الرز يعني انا مش نقعت الرز يا جماعة مش عايزها يتنقع انا هاخسله مباشرة واحطه طبعا انا عندي كان اللي هي البهارات الناشفة الصحيحة معذرة انا كنت ما حطتهاش فاقلت احطه شوية كده زي ما انتم شايفين وطبعا معلقة كبيرة من بهارات البريان الخطيرة بسم الله ما شاء الله ما اقولكوش بقى على الريحة بقى حاجة كده يعني لا تقولوا بقى مطاعم ولا اي حاجة دلوقتي انا مجهزة كيلو رز انا مستخدمة كيلو رز مغسول غسلته على طول وببدأ احطه على ايه على اللحمة بعد ايه زي ما انتم شايفين هي بدأت تغليهية ما شاء الله بالمية بحط بقى الرز بتاعي الحمد لله رب العالمين ونقول بسم الله الرحمن الرحيم حاجة كده ولا اروع ما شاء الله اكلة مشهورة عندنا يا جماعة الكبسة دي ومشهورة في المطاعم وطبعا عندنا هنا في المنطقة بتاعتنا مطعم واحد فقط يعتبر مشهور في الاكلة دي الحمد لله رب العالمين بعد ما جربوا الاكلة بتاعته النهار ده قالوا بفضل الله احلب كتير الحمد لله رب العالمين من المطعم كمان ما شاء الله ولا قوة الا بالله دلوقتي لما خلاص الرز بدأ اهيه قرب على ان هو يتشرب ولسه فيه شوية مية انا دلوقتي بهدي النار عليه خالص طبعا عندي تلات قرون ايه كده شطة تلات حبات شطة واضح بحطه على وش الايه الرز بتاعي وبسيبه بقى شايفينه بسم الله ما شاء الله يستوي ازاي شايفينه نثر ازاي يا جماعة ما شاء الله ولا قوة الا بالله في الوقت على فكرة انا ما قلبتوش ولا اي حاجة ولا زودت له نسبة مية ولا اي حاجة كده خلاص الرز بتاعي جاهز الله الله كبسة ولا اروع من كده والريحة بقى ملت البيت ما اقولكوش عليها يعني تعملوها بقى في العزايم في المناسبات السعيدة يعني اعملوا بقى يعني غيروا بقى من الاكلات التقليدية وعملوا الكبسة بالطريقة بتاعت ديت بصراحة جميلة جدا جدا وبالف عافية وبالف هان علينا وعليكو اللهم امين ما شاء الله ولا قوة الا بالله باوريكو الرز زي يعني جميل جدا والريحة والطعم وكمان اللي هو درجة السوء بتاعه خطير بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله يعني الحمد لله رب العنوة دي الطبق التقديم بتاعنا بقى بقدم لكم هما بقدم لكم معذرة الطبق بتاعي شايفين الجمال الله وحطيت كمان الصلصة كده في النص وعايز اقولوك يا جماعة ان التقديم ده بيبقى على حسب الرغبة انت حابة تقدمي باي طريق انت حابة تقدميها ده زوءك انت قدمي الطعام زي ما انت عايزاه شوف اولادك بيحبوا ايه شوف انت حابة تعميلي ايه اعميلي المهم العبرة في تحضير الوصفة نفسها المهم المقادير ازاي طريقة التسوية ازاي اللحمة استوات ازاي معنا وجمالها وروعتها بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله اهم شيء ان انا اكون مزبطة وصفتي تمام وابداي انت ابداي وقدمي على احلى حاجة عندك ومشاء الله الوصفة كلها روعة بجد يعني هي بصراحة لما انا جيت انا دلوقتي بقطعها قدامكم يا جماعة شايفين اللحمة مستوية ازاي سايب من نفسها ازاي الله بجد يعني حاجة كده ما شاء الله ولا قوة الا بالله انصحكوا تجربوا وصفتي ودعولي فعلا في الوصفة دي وصفة جميلة جميلة يعني انا عملت كم من مرة وصفة الكابسة بصراحة دي احلى احلى كابسة عملتها حتى الان في القناة واحلى كابسة عملتها بصراحة بصفة عامة في البيت عندي ودي كانت وصفتنا معاكم النهاردة اتمنى تكون نالت اعجابكم وطبعا يا جماعة ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس دايما علشان يوصلكوا كل ما هو جديد باذن الله والانتساب في القناة طبخة اسماء وما تنسوش كمان تشجعونا دايما والقنوات المنتسبة في قناتي والسلام عليكم اشتركوا في القناة